استقبال من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لسعادة السفير سأفير مصر بالجزائر الدكتور مختار وريدة والاستقبال ده كان في مقر النادي الأهلي بالشيخ زايد وكان الكابتن محمود الخطيب رحب يعني بمعالي السفير وأكد على الدور الكبير جليل بتقوم بالخارجية المصرية على كل الأصعيدة ودعمها الكامل كمان للمنتخبات والفرق المصرية وده أمر يعني من المسه بشكل كبير جدا جدا وكانت زيارة مميزة والعطاة حضراتكم شايفينها دلوقتي وكان فيه يعني هداء أو هداء لشعار النادي الأهلي من كابتن محمود الخطيب لمعالي السفير هو يعني جوانب تشكيرية مهمة جدا كابتن محمود الخطيب كمان أشاد خلال الجلسة الوداية مع الدكتور مختار وريدة بدور السفارة المصرية في الجزائر ودعمها للنادي الأهلي قبل موجة تفاق ستيف وبيبقى فيه يعني تنصيب كبير جدا جدا قبل السفرية من بدري وده اللي دايما متعود عليه النادي الأهلي مع أي سفارة أو أي دولة هورة رايحة عشان تكون الأمور كلها مرتبة بالشكل الأمثل قبل استقبال بعثة النادي الأهلي كمان السفير المصري بالجزائر طبعا دكتور مختار وريدة يعني أعرب عن ساعدته باستقبال الكابتن محمود الخطيب مؤكد عن التعاون الكامل بين السفارة المصرية بالجزائر وكل الفرق والمتخبات المصرية وعلى رأسوا النادي الأهلي متمنية كل التوفيق للنادي في مشواره الأفريقية طيب دي كانت لطاة من هذه الزيارة